يا مساء السعادة مع برنامج التبيب ورجعنا لكم من جديد ما فيش حد ممكن يختلف في الأمر أو في الفكر أو في الثقافة إن احنا كلنا بنتأذي من السمنة المفرطة لأنها مش بتكون بس شكل خارجي لا هي بتشمل سكر بتشمل ضغط أمرك كتير قوي ممكن تترتب مع وراء السمنة خصوصا كمان الناس اللي هي عندها سمنة مفرطة أو سمنة موضوعية أي إن كان لو سمنة موضوعية المكان ده بتدائق منه لو سمنة مفرطة بتحبس نفسها عن الناس وما بتبقاش حابة إن حد يشوفها إيه رأيكم النهار ده نعرف إيه الحلول وإزاي أقدر أخيص بصورة صحية ده في فكرتنا دكتور محمد توركي مدرس مساعد كلية السيدالة أحد أعضاء الفريق الطبي بشركة أورجانيكا جروب أهلا وسهلا بيك يا ضغط أهلا بيك نورنا ده نورك تكبني خيرك فقراتك هيلة وعملة ماردود حلو ما شاء الله بس في أسئلة كده تسألت لنا في مصد جيت يعني كان منهم سؤال السكريات إزاي أقدر أمنع نفسي عن السكريات خصوصا الناس محبي السكريات طيب بصي في الأول كده يعني عايزة أقول إن السكر مشكلة متعددة المشاكل يعني هي مشكلة واحدة وبتدخلنا في مشاكل تانية كتير السكر بيتحول لدهون جوا الجسم السكر الزيادة بيتحول لدهون جوا الجسم الدهون اللي لما تيتحول لها من السكر يعني لدهون ما بتتحرقش اللي ما بتتحرقش أنا بتبعيزها طاقة عالية جدا عايزة تعمل مجهودة عالي جدا فاللي بيتحول دوت للدهون وما بيتحرقش بيحصل إيه؟ بيتراكم تحت خلايا الجلد خلاص أما يتراكم تحت خلايا الجلد هيروح فين بقى أكتر حتة أكتر حتة بيتراكم فيها البطن والجنبين وطبعا الرجلين والدراعات الحتة اللي مش مرغوب فيها زيادة في الوزن هاتم عملالنا على حاجة اللي انتي قلتها وعجبني جدا اللي انتي قلتها ليا سمنة موضعية بصوا يا جماعة وما فيش حاجة ما سمنة موضعية أو إن أنا أخس في جزء معين وجزء لأ بس أن أنا الدهون أنا عايز أفتت الدهون أو أقلل الدهون اللي موجودة في الحتة اللي مش عايزها زي البطن أو الجنب أو الإيد أو الكلام ده قد طيب إزاي هتخلص من الحكاية دي؟ أقلل من منسوب السكر اللي داخل لي حلو يعني ما كلش سكر كتير طيب هنلف برضو نلف ونرجع لنقطة حلوة جدا هي إزاي أقلل الحاجات اللي فيها سكر أو إزاي أقلل الأكل اللي فيه سكر أوكي إن أنا أبقى شبعان طيب إزاي أوصل إن أنا أبقى شبعان إن أنا أبقى شبعان دي يعني فيه نظام كده يعني دايماً بيتكلموا فيه حالياً يعني بيسموه الدايش دايت إيه الحكاية؟ الدايش دايت آه ده عبارة عن إيه عبارة عن إنك بتخلي في حدود 50% لـ 70% من غذائك ألياف طبيعية وإيه وخضروات وفاكة حالو خلاص النهاردة الباكت الواحد من الألياف الطبيعية طبعاً سوتي بيديك 17 جرام 17 جرام في الباكت الواحد من الألياف الطبيعية فأنت رمي بتاخدي 2 باكتس واحد قبل الغداء واحدة قبل العاشاء بتوصلي إلى 34 جرام من الألياف الطبيعية حالو فهنا أنت بتخلي نسبة عالية جداً من الألياف موجودة جوا جسمك فبيحصل إيه؟ بيحصل الإحساس بالشبع ده وبدل ما أنت حتاكل مثلاً بارد شوكولت كبير كله سكريات طبعاً بتاكل إيه؟ مكعب أو اثنين بدل ما بتحط 4-5 معالق سكر في الشاي أو كده بتحط واحد أو اثنين فطبعاً دي بتنزل جامد جداً من استهلاكي للسكر أو استخدامي للسكر وفي نفس الوقت بتبدأ تديني إحساس الشبع فما باكلش أكلات تانية مضرة أو أكلات تانية فيها سعرات حرية عالية جداً فببدأ أخس بطريقة طبيعية وأمن طب إيه إيه اللي أنا ممكن أفكر فيه أنا همنع أوكي هقال للسكر بس إحنا مش همنعه لو أنا عايز أكل سكر بس بديل للسكر بديل للسكر طيب إحنا دايماً بنتكلم في أن العسل الأبيض بديل للسكر حلو العسل الأبيض فيه سعرات حرية وبيتخن ولا لأ عشان برضو الناس يعني محدش يقولوا ما يكلم عشان فيه ناس ممكن تندرج وراء موضوع العسل فتبقى مثلاً 5-6 معالق في اليوم أنا عايز أقولك العسل بيتخن والعسل برضو فيه سعرات حرية عالية زي زي السكر بس الفرق إيه الفرق إيه إن العسل الشجر اللي فيه أو السكر اللي فيه سيمبل يعني بسيط فالجسم بيقدر يكسره أسرع شوف يبقى بيقدر يكسره أسرع فيبدأ يتخلص منه بسرعة أما السكر الأبيض ده وبيقولك سيم ليه لأن السكر الأبيض ده قد كومبليكس شوية يعني معقد سكر معقد شوية فالجسم عايز وقت شوية على ما إيه على ما يكسره أو يفتط فأنت لو بتاكل كتير في حاجات فيها سكر الجسم مش ملاحق يكسر لأنه زي ما بيقول كده صعب شوية فبي ايه بيتراكم بيتحول لدهون ويتراكم بتاعت الجسم فأنا ممكن استبداله بعسل أبيض أوكي ما فيش مشكلة بس برضو بنسب قليلة ما مفردش فيها أوكي طيب يا حضرتك بتقول أن يعني السم معلومة دينا رازم أركز فيها العسل وهو برضو بيتاخن بس السكر بتاهم ممكن أنا أحرقه بسرعة بالزبط كده لو أنا مع الدكتور باعنا لازم أستفيد منك نهاردها كم معلقة مثلا في اليوم مسموح لي بالعسل العسل بسيحنا بنتكلم دايما في الحد الأدنى دايما حم نتكلم في معلقتين لتلاتة في اليوم يعني أنت حتشرب مثلا تلات كوباية شاي أو أربع كوباية شاي بتاخد على كل معلقة على كل كوباية مثلا معلقة بيديك نفس التحلية إلى حد كبير وفي نفس الوقت إيه بيتحرق أصر خلاص والأهم من كل دوت إن أنا أقلل الإنتيك بتاع الأكل دا مهم جدا عشان أبدأ أخس في الوزن عشان أبدأ أخس في الوزن خلي بالنا برضو في معتقد خاطئ تاني ونبقى نعمل حلقة عن المعتقدات الخاطئة في معتقدات خاطئ تاني إن أنا إيه إن أنا لو روحت رياضة عملت رياضة هخس لا الأهم إن أنا أخس إن أنا ما كلش إن أنا أقلل في الأكل سوتي طبعا يعني إحنا بنتكلم في ألياف طبيعية عالية جدا الكمية بتاعتها عالية جدا فبتديني إحساس بالشبع لفترة طويلة جدا فما بكلش الفترة طويلة جدا طب الألياف الطبيعية اللي هي أورجانيكا تغنيني عن السكر لا هي السكر حاجة والألياف الطبيعية حاجة السكر دي حاجة سكريات أما الألياف الطبيعية هي متاخدة فيتامينز ومينرالز حاجة اسمها فيتامينات ومعادن اللي محتاجها الجسم وفي نفس الوقت زي ما بنقول كده لما بحضرها لما بحضرها وطبعا أنا إيه جايب معايا إن أنا أحضرها إزاي يعني عايز برضو الناس هنشوف بقى الفيديو خصوصا كمان لأننا عايزين نعرف لو الطريقة سهلة لابقى أنا ممكن أتحرك بالباكت داي دكتور في شغلي في عربيتي ده ممكن في العربية كمان ده أنا عايزة أقولك في الجيم يعني ممكن قبل لو أنت داخل الجيم ممكن تفرغي زي ما احنا شايفين كده ببساطة جدا بنفرغ الباكت بتاعي على نص كباية مية وبقى دقلبه كده مش هيخد مننا يعني لو جتي حسبتيها مش هتلاقيها مثلا خمستاشر سانية أو عشرين سانية لغاية إيه لغاية لما يبقى فيسكس يعني فيسكس يعني زي ما احنا شايفين كده لازك آه لازك شوية بابدأ أكله بالمعلقة عادي جدا طعمه أنا عايزة أقول طعمه جميل جدا فواكه أو فانيلا أطعمة مختلفة أطعمة جميلة جدا عايزة أقول إن بيحبوها الأطفال يعني الأطفال دايما يزوقهم مختلف شوية اطعمة قلت لي أطفال بيحبوها أكتر من الناس كدير لأنه فعلا مليان فواكه طيب نرجع لحطة السمنة اللي احنا كنا نتكلم فيها لأيه موضعية أو السكر وعلاقته بالسمنة الموضعية وكده زي ما بنقول بيتحول لدهود على الكوباية التانية احنا شايفين الطبقة بتاعت الزيت دي طبقة الزيت دي بتمثل الدهون اللي في الجسم وأنا قلتها قبل كده وبيقولها دايما أنه طبقة الزيت دي بتمثل الدهون اللي موجودة في الجسم جاية منين؟ جاية من السكر اللي بناكله جاية من الوجبات الجهزة حال الوجبات السريعة جاية من استخدامي المفرط للسمنة والزيت والكلام ده الحاجات دي كلها بتتحول لإيه؟ لدهود طيب إزاي تخلص بقنا من الدهون دي الألياف الطبيعية في آخر أبحاث حتى منشورة عنها إنها بتزود البكتيريا النفعة اللي موجودة في البطن أو في المعدة أوكي وهنا بنتكلم برضو عن الموضوع دا وهو كله أصلا ألياف طبيعية؟ هو كله ألياف طبيعية حال وقف بصي هي دي الميزة وأنا عايز برضو أقول إن الألياف الطبيعية السبعتاشر جرام دول متقسمين لنوعين من الألياف الطبيعية نوع بيدوب في المية ونوع ما بيدوبش في المية النوع اللي بيدوب في المية بيساعد أكتر على متطوص السكريات تخيالي بقى يعني الحاجات اللي فيها سكر أكتر بيمتص عن طريق النوع اللي ما بيدوبش في المية أوكي النوع اللي بيدوب في المية والنوع اللي ما بيدوبش في المية بيمتص الدهون زي ما احنا شايفين بقى كده بصي هنا هتلاقي إيه هتلاقي البلك دود بدأ يخترق الدهون خلاص وينزي لو بتسمعي عن منتجة التنظيف يقولك إيه يخترق الدهون يعني يفتت الدهون ويقضي على الدهون نفس الفكرة احنا بنتكلم في فكرة مقاربة لها يعني أنا أخدته أكلته فهو هياخد الدهون اللي في جسمي والزيوت وكل حاجة مش مفيدة بالزبط يبدأ يمصها كده عارفة اللي سفنجة يعني بصوا يا جماعة شكلها لو يعني باين قوي إن هي بصوا مليانة زيت ليه لأنها بتمتص فيها وفعني حتى مش شايفين فوق على سطح الكوبية مش الكمية اللي احنا كنا شايفينها طب ده بقى في تجربة يعني في ديقتين فما بالك بقى لو أنت بتستخدمي لمدة أسبوعين ثلاثة شهر بنفس النظام بنفس الموان إن شاء الله تبدأ تنزل الدهون اللي انت مدايقاك الدهون اللي انت مدايقاك وحتنزل الدهون اللي في الجسم كله ودي بقى هتودينا الحتة تانية الصحة العامة للجسم إنه مفيش أمراض قلب مفيش أمراض شرين مفيش أمراض أوعية كل دي السبب الرئيسي فيها هي الدهون طب قولي بقى يا دكتور إحنا عارفين إن إحنا كناس كبيرة وشبابه أو ناس كبيرة في السن ممكن نتحكم في نفسينا شوية ونمنع السكريات شوية بس برضو هنضطر نعمل نظام محلو هنعمل ده بس إحنا مسؤولين عن نفسينا لكن الأطفال مش مسؤولة عن صحة ونفسينا وشبسهات بقى وحلويات وعايزين بقى إنت عارف بقى الأطفال بس لو وقفة عن سوبرت ماركت يعني عايزة اشتري الدنيا كلها هنعمل إيه مع الأطفال لأن الطفل بالنسبة لي أسهل ليه؟ لأن هي معدته أصلا مش كبيرة قوي يعني على عكس الشخص الكبير البالغ بتبقى معدته كبرت خلاص وإيه وتمدتت فبضطر استخدم ألياف أما في الطفل أنا ساعات كمان بنصح بنصف بكت بس للأطفال الصغيرين ليه؟ لأن أنا لو استخدمت ألياف مع أطفال صغيرين هيبدأ يسد شهيتهم بصورة أسرع حلو يعني هتلاقي الطفل عنده 11 سنة ولا 10 سنين هي معدته أصلا مش كبيرة قوي لما باستخدم بقى الألياف الطبيعية فبلاقي بيشبع أسرع فعايز يأكل شيبسي مساء عايز يأكل ما فيش مشكلة بقى ما هو أنت بدل ما هتأكل خمس ست باكتس من الشيبسي مساء أو من الشوكولات أو أي حاجة هتأخذ واحد يعني مش هنحرمه برضو بس هو يبقى من المنتج ده النسوتي إن هو شبعين هو بدل ما يأكل الكيس كله هياكله وطبعا مش دار لن يأكله ألياف طبيعية بالعكس بقى ده أنا بتكلم في الفايدة تستطيع التعليم بناء القرية تقليم وضيع الأقنى تقليم من خلسطرال وإنفروهية تدعم وفايدة طبيعي نحو مستحجز يقول أيضا کہ ستاعدادنا فما يعني أني مستحجز في عام الحالي كثيرا دائما من رغم العالم مستحجز وفايدة طبيعية والتراني وإنفروف من المنطقة تقدم وإنفروف بالتطبيع من التقليم ستحرق مستحجز You're going to really control your blood sugars, maybe not be obese. Patients who don't get enough fiber are at risk for digestive problems, cardiovascular disease and weight gain. If you don't eat adequate fiber, you never going to get that signal to stop eating. And so you're just going to keep eating and eating and eating because you're still hungry. ورجعنا لكم من جديد بعد ما شوفنا دكتور دا فيديو بيوضح ان فيه خبيرة تغذية بتوضح قد ايه فوائد الالياف طبعا هي بتتكلم كمان اهم حاجة عن ان انا لو مش باعتش حفضل اكل 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 زي المشكلة اللي بتواجهنا ان انا ما بقفش في الاكل باكل الصبح باكل الظهر باكل المغرب باكل العشاء باكل بالليل وانا نايم باقوم عشان جعان وباكل لو ما افتش الشهية بتاعتي حفضل اكل وطبعا الاصار الجانبية للأكل او الاضرار بتاعت الاكل هي السمنة فباستخدم الالياف بتديني احساس بالشبع لمدة طويلة جدا فما باكلش بتعمل ايه بقى الالياف غير الاحساس بالشبع يعني احنا استفادنا خلاص ان احنا ايه طب مننا ان احنا مش هناكل كتير ايه تاني الجسم يعني بيستفيدوا من الالياف طيب احنا قلنا اول حاجة انها مصدر غاني جدا بالايه بالمعادن والفيتامين حالو فدي مفيدة جدا لأي حد بيعمل دايت اي حد بيعمل دايت لازم يبقى في وجباته حاجات فيها ايه فيتامينات ومعادن ده مصدر غاني جدا بالايه بالفيتامينات والمعادن تاني حاجة ومهمة جدا انها بتعمل ريجيوليشن يعني بتنظم حركة القولون يعني ودي حاجة مهمة جدا فيه ناس كتير بتعاني من اول ما تعمل اي نظام غذائي تقولي انا عندي امساك عندي كونستيفيشن الديارية عندي اسهال عندي الكلام دا لا هنا مش هيجيلك اي حاجة من حاجات دي بالعكس هيحسنك مستوى يعني الحركة زي بيقولوا كده حركة العمان ما هو اه حاجات طبعية انتوا كمان حتى معنا على شاشة شهدة الايزو لشركة اورجانيكا جروب طبعا لجودة لكل جودة المنتجات كلها داخل الشركة صحي كده يا دكتور انها تبقى معمولة بقياسات جودة العالمية حلو دي حاجة مهمة جدا وطبعا انها مصرحة من وزارة الصحة برضو حاجة مهمة جدا والاهم من كل ده انها طبيعية زي ما بنقول مية في المية ودي حاجة تطمن اي حد انه يبدأ يبدأ بقى نظام يعني يبدأ بقى ايه يخس وهو منطم تمام بنخس من اربعة لعشرة كيلو في الشهر من اربعة لعشرة كيلو في الشهر بزاق على حسب جسمي على حسب جسمك على حسب الحرق عندك مستويات الحرق مو بواحد ممكن يختلف عن التاني على حسب طولك طبعا الطول برضو بيسهد لان الوزن بيبقى يعني شوية للطول يعني حاجات كتير يعني بنقول ان فيه يعني ريفيوهات كتيرة ولكن فيه ريفيوهات كده مميزة بنبقى حابين ان هي يكون معينا على الشاشة بس انتو يعني ريفيوهات عندكم ممتازة طبعا هما كله بيقول قراءه يعني دي حاجة دي حاجة جميلة حلوة قوي لما ثقة اول ما جربته يعني ما اخدتش غير كوباية واحدة يعني دي مثلا استخدمت مرة واحدة طول النهار يا كابة طول النهار مش قادر اشرب حتى مية بالزبط معينا كمان ريفيوهات كتير قوي انا بشكركم جدا عن مصدقية خست 11 كيلو في شهر واسبوع اه هي ناس 11 كيلو في شهر واسبوع واحسن حاجة ان ما تحرمتش من الاكل وكمان وشي ما تأثرش بحاجة الحمد لله الناس كلها بتهتم يا دكتور ان هي تخص من غير من غير بل انك كنت لسه بقو لان ايه اه طبعا دي صفحة صفحة اورجانيكا جروب يعني هتلاقي بقى الناس انتو عندكم بقى منتجات حلوة قوي هنتكلم عنها اكيد في فقرات غير صوتي ولكن عايزة يعني اسألك سؤال مهم جدا هنختم بيه فقرتنا في السريع كده اعمل ايه تاني مع صوتي يعني انت مثلا تنصحني بايه مع صوتي انا كنصيحة تعملش اي حاجة بس كده بس كده انت استخدمه وان شاء الله هتخس بس ايه الفكرة انت بقى عايز تزود وعايز توصل لشيف اه احسن وشيف اه يعني افضل برضو عندنا فريق طبي بيعملك انظمة غذائية وبيديك توجيهات كده وتيبس صغيرة وممكن بنيعمل عليها حلقات كمان ازاي اوصل للقوام او الشكل بقى الفيتنس يعني انا مش بس هخس لانا كمان هوصل لشكل جسم جميل انا بشكرك وبشكر وجودك معي وهو دايما في نجاح ودايما متقلقين كده بنشكر دكتور محمد توركي مدرس مساعد كلية الصيدلة واحد اعضاء الفريق طبي بشركة اورجانيكا جروب وانا كمان واشكركم خليكم معينا ورجع لكم مرة تانية